السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنهاركم طيب ان شاء الله تكونوا هانين وفي احسن احوال اليوم اح نقدم لكم واحد القاتو جديد ولي هو قاتو الكاستيل سميته قاتو الكاستيل على خطر دخلت ليه الكاستيل هما دي تارت دي بتي تارت هكا دي فون دي تارت ودخلت عليهم الكاستيل جوهيلين ودرتوا بالكريمة هذي تعمرجان اللي راكم تشوفوا فيها نبدأ و بسم الله هو جبنين بزف يعني راح يعجبكم بزف وسهل خلاص نبدأ و بسم الله بديت وعلم بي صليت عليه افضل والصلاة والتسليم هنا راح ندير مليو خمسة وعشرين قرام متاع مارقارين عجبتني هذ الحاجة اللي لقيتها في مارقارين فلوريال ما نعرف كاينة من بكري ولا داروها جديدة يعني حتى اذا كاينة من بكري ما تولهت لهاش انا اول مرة نتولهلها يديروا الكلاقياس يعني كيفاش تحبي تقطعي منها خمسين قرام ميت قرام ميتين قرام يعني مليحة هذي الحاجة اللي خاصة اللي ما عندهمش الميزان وهنا هذ يفوق ميو خمسة وعشرين قرام متاع المارقارين حنزيد الجلج مغارف كبار متاع السيكر غلاس اذا اول مرة تشوفي قناتي ولا اول مرة تشوفي فيديو هاتي اشتركي وفعلي الجرس بشو وصلك دائما الجديد هنا راح نزيد الفانيلا يا البنات هنا الفانيلا يعني ماذا بيكم تشيروا الفانيلا قلتلكم السائلة اه تكون هنا باتارون فاني هذي ماذا بيكم كما تكون سائلة متشروش هذيك الفانسي يعني تفضلكم اللون تاع الخلطة خاصة اذا بغيتوها تكون خلطة بيضة يعني بات بيضة كي تكون لابات كاكاو ويبال كاكاو ولا بالكرامه العادي بس حكي تكون بيضة ومتجيكمش بيضة قبلة ودرت الزيت حوالي خمسة واسبعين ميلي لتر تاع الزيت يعني الفنجال تاع القهوة تعمريه زيتي هذيك حوالي خمسة واسبعين تمانين ميلي لتر ودرت بيضة واحدة وشفوا لابات هذي تجي هايلا في طاخت نضيف مكونات مكونات حتى بيض الخليط و نضيف الفارينة حتى نحصل على العجينة لاحظتم بالخميرة والشيشة 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 و تجيزة يشوفوا هذه اللاباتة 125 غ المارغارين خرجت لي حوالي 30 حبة ليس حوالي خرجت لي 30 حبة نتعلي فان دو تاخت الصغار يعني ميلي تاخت اللي شفتوه مضو كتشوفوهم معايا بعد هنا نحكم نحل العجينة نتاعي كاملة و ندير في هذلي فان اللي لكم تشوفو فيهم بتاع اللي يديرو فيهم كتزيريات انا خيرتهم باش ندير فيهم هذل قطو يعني عجبني الشكل تحم هكا كين نجمة كما نقول احنا القرص اللي يدخل فيه هذك المول تاعكم لكان دخلت في القرص و جات قد قد يعني كيتدخل جي قد قد معنا تعراي القرص هذك يجيكم قد هذك المول قد قد ضوك تشوفوا معي هنا نطبع العجينة تاعي كامل هون بعد نبدأ ندير في المول احنا أحنا يجي قد قد لمول قد قد ما هي صغيرة عليه كما تخيروا قبل وقلت لكم القرص الذاكم اللي تنفعوا به يعني تخيرو هكا كيتدخلوا المول تاعكم هذا تاع الحديد فيه من جهة القاعدة قد يدخلوا قد قد منتら يجيكم القرص تحقากه هذك المول تاع الحديد اللي راك راح تخدمي به شوفو كيف هجي دوك شوفو كيف هجي هكا دوك نزيد نعود لكم تشوفو واحد اخرى هناني ما استعملش ورق الزبدة ولا كيس بلاستيكي قدرت غير الفارينا على خطر لي فون ما زلنا نزيدو نعدلوهم يعني في المول مش كي ما صابلي لازم كي تهزيها تبقى الحبة مسجمة ومعدولة اعلى بها ما استعملش يعني لا كيس بلاستيكي لا ورق الزبدة ومبس حكي ما تحبوا تديرو همتو ما امبات صابلي عادي تعاقات وصابلي عادي لازمكم تديروا يا ورق الزبدة يا كيس بلاستيكي بش كي تهزوا الحبات وكوعد مسجموه معدولة هناخت ربط لكم بكرة هنعودو نعدلوها يعني في وسط المول ونسجموها يعني ما يهمش اذا تعوجتلك شوية في يدك ولا وهاذلي مول ارا مسعب شوية في الخدمة ما همش كي ما ليمول العاديينة هذو اللي يمول هذو تعني جمارهم شوية صعب في الخدمة مش كي ما ليمول هذوك العاديين لطاقة اللي ما لفين خدموا بهم يعني بكري هذو اللي خدموا بهم ثاني بزفة خدموا بهم الزيريات وخدموا بهم يعني شوية صعب في الزيريات على خطر لابات يعني جي سهلة تحطيها بركل ورقة هذيك يعني تحكم بلاستها بصح في الصابلي على خطر الصابلي شوية يتفتت يعني تعذبكم شوي بصراحة يعني اذا عندكم ليمو الانسيان هذوك اللي ما ندروا فيهم هذوك يساعدكم احسن هنا راح نفوتو الكاث تالتانا عندي ثلاثة بيض البيض عندي ثلاثة بيض البيض وندري راشة ملح ونبدأ نخلط في البيض هذك حتى نولي انج بعد ما ولا كيما هكالبنات نزيد حوالي 150 مش حوالي يعني انا كي نقولكم حوالي ما نتعاري هكاك بعد نزيد 150 جرام متاع السكر 150 جرام متاع السكر في ثلاثة بيض البيض والفانيلا ونخلط مليه نبدأ نضيف السكر بشوية بشوية حتى نكمل الكاس هذا تاعي ليه هذ 150 مليليتر في السوائل راه هذي احتف السكر 150 جرام يعني يديروا الكاس هذا 150 جرام يهذلكم 150 جرام حتى هو على خطري كينا حالة خاصة غير في الماء في الماء القرام بتاعه يسوي المليليتر تاعه مثلا واحد جرام يسوي واحد مليليتر واحد لتر يسوي واحد كيلو جرام فهمتوني ونبصح الاشياء الاخرى يعني كل واحدة كيفاه ونبصحنا في السكر يعني جاني هكا تقريبيا الكاس ليهذ 150 مليليتر في الماء هذلي ثاني حتى في السكر 150 جرام ونبعد نزيده ثاني بعد ما ندخلنا السكر هذا كامل في بيض البيض ولا ميران كي ما شفته نزيده 150 جرام ثاني نتاع الكوكا واللي جاتني أنا بالكاس يعني يقيسي لكم بالكاس بالنس اللي ما عندهاش الميزان جاتني كاس وكاس غربة كاس وكاس غربة تا كوكا ومحمص ومرحي وشي هو ما هوش بكشوره وهنا مدرتوش بكشوره كما ندره في الكاس الثالي العادي ندرتو بلا كشور وزلت له مغف كبير انتاع الفارينا ونبدأ ندخل فيه هنا مع بيض البيض وشو دخلوه بلا عقل بش يبقى لكم طالع كما هيكا ويبقى لكم مفشفش مبعد كما يطيب يجي مفشفش ومليح ويجي خفيف وهذا الوصفة طالكستل حتى واذا درتوها كستل بعد ما درتوها شفيه هنا في لطاغت هذو طالكستل راي نجحة 100% ديروها وانتوما يعني متهنيين يعني ديروها نجحة 100% وهذا الكستل راي سهل ما هوش كما الكستل هذك تعسيره شوية يعذب شوية هذك لي يعني السكر يزيدوله شوية ما وبعد يغليه وهي ولي شوية خاثر هيكا ويبدأوا يزيدوا فيه لبيض البيض كما الطريقة انتاع الجوزية والطريقة تعموس الجوزية يسمى هذك كستل صعيب شوية صرتوه المبتدئات يعني ممكن ما ينجحلكش ومصح هذا يعني اسهل طريقة عالكستل هي هذي هكا ونعمره في الصاشي ومبعدوك تشوفوا كيف راح ندير نفوتوا لمرحلة الاخرى ولي هي الشوكولات هذي تع المرجان وشوكولات البيضة هذي تع النوازات راح نعمر حتى هي في البوش ونزيد يعني بعد ما ثقبت هذو كلي طاقة التاعي كامل ثقبتهم كامل بالكردون ندير طبقة صغيرة برك انتاع الشوكولات هذي تع المرجان حاولي مغرف صغيرة ولا ما نحكيتش مغرف صغيرة يعني نديروا الطبقة صغيرة برك بش تمدلكم البنة ما تبقاش مصطل داخل غير يعني يجي الاباتصاب اللي هاي جي ناشفه والكاستان ثاني مبعد هاي جي ناشف بها ما تبقاش ناشفه بزاف هي مبعد كي طيبة يتنشف شوين بس حتبقى البنة تحت تمد البنة يعني ونبعد نعمرهم كامل بالكريمة هذي تع الكاستان ونسقمهم ليح هكا بالكيردون كي ما شفتوني هكا نحاول نوزى هذك الكريمة تع الكاستان كامل على الاتارت كاملة هو يعني على كل حال كي ما يدخل الكوشة ويبدأ يطيبة ويبدأ يتنفخ ويبدأ يتوزى على السطح وحده وشي هو كي تسقموه خير وكي ما تعودوا تسقموه في هكا بالكيردون حاولوا مدخلوش الكيردون بزاف الداخل بش ما تحركش هذك الشوكولات اللي يتحت على خطر يكون تخرج لكما يتحرك علينا قاعدة غير نحرك من الفوق هكا بش نسقموها السطح الفوق فريد ونبقى نحطوها في فرن على 180 دراجة يطيبو لكم حوالي 20 دقيقة مهمتوما كي ما تشوفوا الحواش يبدأوا يحماروا كما هكا يديروا اللون الذهبي نحيوه راكم طيبوهم غير من التحت ما طيبوهمش من الفوق اصلا الكاستل ما يطيبش من الفوق هذي واحدة يطيب غير من التحتة ويحمارش من الفوق وثانيا الكاستل ما يحملش بزاف سخنة لخطره وكيف الميرانك يحب درجة حرارة مهيش عالية بزاف او مامطان يعني يدي وقتو في الطيب باش ما يتحرك لكمش وحتى الصابليه كم تعرفوا لي هليه طيب يعني لابات صابليه حتى هي ليه طيب هذي اللابات صابليه بدون خاميره ومبصح يجي هايلا وقتلكم تجي هايلا هايلا جربوها وقولولي هنه بعد ما طعبوا يا البنات هنه زيت جيبت شوكولات مورجان هذيك نفسها نتاع نوازات وندير بيها طباقة الفوق هكا باش ما يجيش القطو بتاعي ناشف ومبعد نزين با مبعد تانا نزين بالكاوكا وإيفيلي تحبوا تزينوا بالبندق ولا يعني هكا حبات بندق على اساس بالي يروا بالبندق هايز ما هو فيه الكريمة هذي بالبندق تحبوا تديروا يعني بندق الفوق في بلاس الكاوكا وإيفيلي تحبوا تديروا لوز إيفيلي تحبوا تديروا كيما تحبوا يعني التزين يعني ومبصح التزين هذا جاه مليح بزاف وخرجت معاه هالكريمة هذي انتاع المورجان البيضان تعنوازات يعني خرجت معاه بزاف جاتوا هايلا ومدنها ذوق ما شاء الله وجات يعني ذوق جديد وحلوة جديدة يعني جاء ذوق جديد يعني ما هوش خلاص كيما كيما تجربوه ذوق تشوفوا الضوق تاع ما هوش كيما ليقاتوا واخرين خلاص ورشت عليه شوية تعسكر غلاس بشي جي هيكا باسيت وشيك في نفس الوقت كيما نقولوا احنا تزين باسيت وراقي في نفس الوقت وهذا هو الشكل نهائي البنات هذي الحبات قلت لكم هذي الكيلان تعنى الكاسل وكيلان تعنى اخر نفسهم يعني خرجوا لي 30 حبة ممكن اذا مول اصغر من هكا يخرجوا لي اكبر من هكا عدد الحبات المول هذا رو كبير شوي شوفوا هذي الحبات ما همش كيما ليطاقت العادي اللي نستعملوهم بكري يعني كيما لقاتوا هذك انتع الجوزة ولا يعني يظهر لي شوية كبير منه يظهر لي انا حسبوش شفتو يظهر لي كبير منه شوية وهذا هو الشكل نهائي البنات شوفوا بعد ما اقسمتو جا خفيف وهايل وجات لابات هذي كساب اللي قلت لكم جات هايلة وحتى الحشوة تاعو يعني حشوة جديدة وهايلة نتمنى يلقى منكم الاعجاب وددعموني بالجام وكمنتر بشي طلع الفيديو تاعي ويشوفوه اكبر عدد ممكن من الناس خليت لكم الخير والسلام عليكم ورحمة الله